ستعال أوريك شوية أرقام كلاسية لمحمد صلاح بعد هدفه أو هدفينه النهاردة في توتنهام تعال نشوف محمد صلاح سجل هدفين وقاد ليفربول الفوز على توتنهام في الجولة الخمستاشر من الدوري الإنجليزي محمد صلاح أصبح الهداف رقم سبعتاشر تاريخيا في الدوري الإنجليزي برصيد مية ستة وعشر هدف انت متخيل وصل السبعتاشر لعب أشهر من سجله في الدوري الإنجليزي الممتاز متخطيا طبعا الفرنسي نيكولاس أنريكا صاحب المية خمسة وعشرين هدف محمد صلاح ساهم بر 19 هدف في عشرين مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم للليفر حيسجل 14 هدف وقدم خمس تمريرات حاسمة وهو ثاني أكثر موسم له ويساهم فيه بالأهداف خلال أول عشرين مباراة بعد موسم 2021-2022 موسم الماضي اللي ساهم فيه بـ 28 هدف في عشرين مباراة بس كان حل ليفر بول غير أول مرة يسجل فرعون المصري هدفين ليس بينهما رقلة جزائي في شوت واحد منذ الفوز على منشور سلويتت في ملعب أول ترافورد فيه 24 أكتوبر 2021 24 أكتوبر الماضي أو قبل الماضي بقى تريزيجية سجل كمان النهاردة وصنع في تعادل ترابزون سبور مع كونيا سبور بهدفين لكل فريف الدوري الإنجليزي متقلق جدا تريزيجية بصراحة متقلق فيه واحد كمان هتديله حقه دلوقتي مصطف محمد شارك لمدة سواء وخمسين دقيقة في خسارة نانت أمام ريمس بهدف نظيف وساد الكورتين فقط لكن خارج المرمى ولم يصنع أي فرصة للتسجيل علما أن مصطف محمد متقلق جدا مع نانت السنة دي ده هتديله حقه كتير النهاردة محمد إنني عادة للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد غياب 71 يوم في فوز أرسنال على الشلسي بهدف نظيف ضمن الجولة الخمستاشر أنا بقى نفسي نفسي محمد إنني السنة دي يفوز مع أرسنال بالدولة الإنجليزية أرسنال مازال متصدرا للدولة الإنجليزية يفوز غالي جدا النهاردة على الشلسي بهدف دون رد